سيد الخير يا برج الميزان. آآ للكراءة العاطفية. ويارب تكون تنول يعني عجبكم ان شاء الله. شخص ده آآ لو كانت علاقة عاطفية فهو حابب انه ينفصل عنك لانه حابب يبقى سنجل. من الاخر. واخد قرار بجد. مش هزهر. فعلا. قرار بجد. وشعر بان ده الحكم الصح. وآآ ده كان اللي مفروض يحصل. هو شايف ان ده اللي كان المفروض يحصل. من الاخر. وهو عايز يبقى سنجل. انما لو هو متزوج يعني انتم متزوجين في علاقة زوجية فممكن يكون عينه على حد تاني. من الاخر كده. وآآ عايز يروح يتزوجه بقى. وشعر ان الشخص التاني ده هو اللي حلو يعني. عشان كده قافل على الموضوع خالص. عايز يفل على الموضوع خالص. واخد قرار سريح يعني. لكن هو نجمد مشاعره قوي عليك. قوي قوي. لو برج الحمل فده الطبيعي يعني من برج الحمل. وانت انت انت شاعر بانه فيه شيء هدم. فيه شيء هدم. تتعبان جدا يعني. ممكن تكون من الكتر الزعل بتبكي. مرة واحدة كده هتلاقي نفسك عياط. بدون اي هدف يعني. مش هدف يعني. لا لما بتفتكر مسلا مرة واحدة. طب هو شايفك ازاي? في الوضع الحالي. شايفك ان انت تعبان. بص بقى. يعني بص الراجل ده. جبروت. انت ممكن تكون عملت حركة زعلته منه. زعلت يعني زعلته منك. ممكن تكون اهو عملت حركة قفش عليك. ممكن. ممكن. مش ممكن لقليه. ممكن. شايفك ان انت تعبان جدا 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 جدا. ممكن تكون يعني نحسسهم بانه هو لو علاقة زوجية وانتو بتشوفوا بعضه في البيت فانت ما بتتمشي معه في نفس الاوضع. وتعبان. وزي ما تكون مش بتترجعه. بتقول له طيب يعني نعيد نعيد تاني نعيد حاجة. قالك لأ. انا واخد قراري. انا لازم مشي لو صباحتي. سيبنا مشي. بص انت شايفوا ايه? انت شايفوا زي الصن. زي الصن دي دي بقى اللي انا هتأكد منه. دي اللي انا هتأكد منه. هل هو مع طرف تاني ولا لا? طبعا لو متبطين ممكن يكون عايز يخلع من هزي العلاقة وروح لحاجة تاني. بقول يخلع ده تيخلع. انت شايفوا ان هو آآ كرر الرحيل مرة واحدة هو بالزبط كده ده اللي حصل. مرة واحدة عمل لك الوش ده. بدون ادنى سبب. بدون ادنى سبب. انت ممكن تكونوا ما عملتوش حاجة. عشان كده انت اتعبان قوي. انت بتقول له ايه اللي حصل? وكرر يمشي بدون ابداء ازباع. لوحده كده ممكن يكون عملك بلوك. ان على اه ممكن يكون بالزبط. ممكن يكون عملك بلوك. وباصص الحاجة تاني. انت شايف ان هو باصص الحاجة تاني. ومتكبر عليك. ممكن يكون ما بيردش عليك لما تيجي تكلمه. عشان كده اوه شايفة انت تعبان. انت ممكن تكون مع ابتله مسجد تقول له ليه? عملت معي كده ليه? مثلا. بتبين له يعني ان فيه فيه مشكلة. انا تعبانة. او انا تعبان. تتعمل معي كده ليه يا اخي? فهو شايفك ان انت تعبان من غيره. ولكن هو مستمر في تحركاته. فهد ايه الخطوة اللي ياخدها? الخطوة دي انا مش حباها خالص. آآ آآ. الخطوة اللي هياخدها الشخص ده. لو زوك هيطلق. هيكسر قلبك. لان هنا كرت المأزونة. وانت هتوافق على الطلق ده. لو زوك وفجأة كده قال لك انا عايز اطلق. طب ليه يا عم? طب ولادنا? الولاد. الولاد. حرام عليك اهم. طفل. فيه بينك واطفال. انت يا عايز اطلق ليه? انت عايز اطلق? تطلق ليه? ليه يا عايز اطلق? تطلق. ده مستقوي قوي. ده جبروت. ده عايز ياخد قرار للانفصال في اسرع وقت. في اسرع وقت. وممكن يكون بس ده الشخص ده انت ممكن تكوني عارفة واحد بس انا هقولكو على سيناريو ظهر لي فجأة ده. الشخص ده متزوج. مش بيكي. اتس اوكي? تمام. وقرر مرة واحدة انه ينفصل عليك. ليه? عشان هو شاف ان اللي حصل بينكو ده ظلم لعلته. وقال لك انا اسف جدا انا مش هينفع كامل معاكي. قلت له حرام عليك. طب واللي بيننا طب تقالك لأ. انا عايز امشي. او سمحت. عشان كده هنا فيه علاقة ثلاثية. فيه زوجة. هي. في زوجة. في زوجة. في زوجة في النص هو شايفة ان هي ظلمها. شايفة ان هي ظلمها. الزوجة دي ممكن تكون برج ترابي او ناري. وممكن تكوني زوجة تالتة. وممكن تكوني طرف عادي ارتباط. فقال لك مرة واحدة كده انا مشي. انت شايفة ان هو عمل الحركة دي عشان عياله. عشان هو عنده طفل عنده بيبي. وقرر ينسحب من هزي العلاقة لانه فقر كتير قوي وحس ان هو متكتف. مش عارف يبقى معاكي ولا معاك. انا بقولك ده متجاوز. راجل متجاوز. ممكن تكوني اكتشفتي من متجاوز. عشان كده عشان كده انت مشي. متعبانة جدا. القرار اللي انت هتخديه ازا اا هرفانت ويا ده قرار حكيمة كده ازا هرفانت بس ممكن يكون مقزونة. كنت يكونوا متجاوزين كزباد في السر. بس انا هخليها برضو على علاقة عاطفية بقى تبقى انفصال برضو. بالزبط. بالزبط. انت هتكرري ان انت تقفلي الشابطر. بكل بساطة. الشخص ده مش قابل منك اي عروض. خالص. تقدمي له عرض? لا. وحتى هو لو قدملك اي عرض مش هتوفت. اصلا. وقررت ان انت تجملي مشاعرك وتقفلي العلاقة دي خالص. انت? انت او انت قررت ترحب. لو هي زوجة. لو هي زوجة فهي آآ خايفة من جزها. اهو. بتفكر في جزها. فكرت في جزها. راجعت نفسها. وقالت ان انا اللي بعمله ده حرام معيب. حرام. ان انا اكون بكلم رجل من جزها. انها في علاقة زواق في الموضوع. بس لو مش علاقة زواق غالص ورطباط فالشخص ده عنده طرف تالت. وحاسس ان الطرف التالت ده تظلم معا. وقرر ريهن معاك دي. وانت حاسة بانك قدمت له عروب كتير اوي ومش راضي. وبصص لحاجة التانية. فهتقفل الشابتر ده خالص من حياتك. شايف العلاقة دي بينكم ازاي? شايفها العشر صيوف. على فكرة الشخص ده. هقول لكم الشخص ده على فكرة من بره بيظهر ان هو مية مية ولكن من داخله يظهر العكس. ايوة بالصبت. الشخص ده تعب من حوار العلاقة السلساء دي خالص. وقال لك ايه بقى? ليمين ولا شمال? انا تعبت. انا مرة هنا ومرة هنا. انا تعبت. تعب خلاص تعب. تعب من زوجة فيها اولاد ومع واحدة تانية. او تعب من واحدة شابة عادي مع اتنين. فتاة. وحاسس ان العلاقة دي كان فيها مش طعنات. كان فيها الام. مش عارف يوازي الناس. هو تعب. واحد دا مع الارض تعب خلاص. جاب اخره. وجاب اخره. وعايز يستريح. ويرحل بقى. يرحل. فقرر الرحيل. انت شايفة ان العلاقة دي كانت يعني كانت علاقة كلها استكرر عشان كده انت زعلانة قوي. وهو قلب عليك. قلب عليك مرة واحدة او قلبت عليك مرة واحدة. يعني مرة واحدة كده هتقلب عليك. ويدلك انا انا عايزة مشي. يا بنت انت مش قلتي انك انك مسلا مش حابة الوضع ولا لا لا انا عايزة مشي. فائت كده مرة واحدة او فائق مرة واحدة. اه. بالزبط. انا ايوة ايوة. انت كنت ايوة. انت شعر ان العلاقة دي فيها. كان فيها كانت حلوة قوي. كان فيها كان فيها كل حاجة. حرفيا. لو زوج بقى صح زي ما انا قلت كده زوج. يبدأ كان موفر لك كل حاجة. الزوج ده كان موفر لك كل حاجة. وكان عاملك استقرار كل حاجة كانت عندي كل حاجة كانت فيه. انت بتحبيه قوي. قوي. مش حبي طبيعيا يعني. ده كنت بتبدليه شعور رائع يعني. وهو كمان كان شاهر معك بالاستقرار. لكن احيانا الانسان ضميره بيصحى. هو ضمير صحي. بالزبط. ضميره صحي. فجأة. وحس ان هو ظالم حد معاه. ومتجئ ليه? هي علاقة سلسية. فيه طرف تالت في العلاقة. لو انت ما تعرفش. ولو ممكن يطلع متزوج. وانت مش كنتش من جوازها الحاجة انت في علاقة مع حب. متزوج وعنده طفل. وكان مخنوق جدا من آآ. ممكن يكون كان بيكلمك عالطفل ده كتير يقول لك انا خايف ازليمه انا وانت. طب النصيحة ايه بقى يا برج اللي زاني? النصيحة بتقول لك ايه? النصيحة بتقول لك ارجوك انظر الى الامام وارحل من هذه العلاقة. بص الكارت ده مش شبه الكارت ده بس. فيه حاجات مشتركة. اقول لك. العلاقة دي كان فيها استكرار. صح? مش هكذب عليك. وكنت شعر فيها بقى انك الكينك. صحة برضو مش هكذب عليك. ولكن احيانا كثيرة لازم نرحل من العلاقة دي. لازم. في شيء ناقص العلاقة دي. ايه هو? الامان مسلا. لان ما يكون شخص متزوج. وعنده عيلة. عمره ما يبقى فيه امان. انا انا دماغي بداه. في البيبي. باقي في عيالي. باقي في الزوج. ممكن تكون مراته عرفت على فكرة. انا عايزة اقول لك المفاجأة مراته ممكن تكون عرفت. وقالت له طلقني. وحس ان هو هيطلقه فيه عيال لا. لا خلاص بقى تعيدل همش عادل. هي حاجة حلوة ان الزوج يرجع لزوجته. ولكن في قلبي بينكسر هنا. في ناس شعر ان هي بتموت. بتموت من القلم. وانت باينتيله بما فيك كفانك تعبانة. فالنصحة بتقول لك امشي. حتى لو زعلانة. بصي لقدام. حتى لو زعلانة. المتدايق من اللي حصل بصي لقدام. امشي. مش دي العلاقة اللي انت هترضيق. العلاقة دي مش فيها كل حاجة. طب هل فيه اه شيء جديد ممكن ينجي لبرج الميزان بعد العلاقة دي. دي حاجة عامة طبعا انا ما كنت اتحاق ولو كلا. مش بحاجة يجي وليه بعدش جالي. انت هتشيل الالام الماضي هوا يا برد الميزاني. اه خلاص هي فتحت كده. اه انت في عرض جاي لك ولكن العرض متوقف. في حد مقدم لك عرض. شوف بقى دور حواليك. عشان كده كانت بيقول لك بص. بصه قدام. بصه قدام عشان في حد مقدم لك عرض بس قريبا كده. آآ ممكن يكون كان عارف انك في علاقة وخايف. فحاولت ديله اي لمحة كده. برج الميزان باينة جدا يعني. هذه العلاقة علاقة ما فياش استقرار من ناحية الامام. ولكن انت كنت شايف دفعا. انت كنت شايف كده. ياما بنشوف حاجاته بتطلع غلط. عادي. ولكن ولكن اعلم جيدا ان هذا الطرف. لو بعد عنك. اسمع بقى. بعد عنك. بعدت عنك. تمام? رجل وزد. مرة واحدة لان انت شاعر بالغموض. الشخص ده قفل عليك مية ونور من غير ما يقول لك حاجة. اهو. الشخص ده متزوج عنده علاقة ثلثة. في منها اطفال. اهو. وكرر يستعيد العلاقة القديمة دي تاني. ممكن يكون كان مطلق ورجع. لو انت ما تعرفش يعني. ممكن تكون انت على علم بذلك. وسابك بقى في الحيرة دي. وعارف على فكرة ان انت كنت بتحبه قوي. مسابك. لكن الطرف ده شخص ما عندوش استقرار. شكرا يا برج الميزان.